كان في خطة دولة حطاها في قطاع النقل والطرق وغيره خطة تنمية مصر الخطة تخلص 20-52 يعني سنة كم؟ سنة 20-52 نحن كان دلوقتي سنة 20-20 يعني بعد كم سنة؟ يعني بعد 32 سنة للي يعيش 32 سنة للي يعيش يعني ولادنا بقى وعففادنا يعني الخطة محمولة كده الدولة بقى معنى تبص تحت الجاهزة الأول الدول تبصر بعيد يعني والله فيه مشروع الرئيس بيفكر فيه مع الحكومة أثاره بعد 60 سنة بتحليط الماء يعني مش سر لما يكون عند خطة 20-52 يعني بعد 30 سنة من دلوقتي ولا 32 سنة من دلوقتي المرحلة الأولى منها كانت تخلص 20-27 يعني بعد 7 سنين دي المرحلة الأولى من الخطة ضخمة جدا اللي تخلص بعد 30 سنة أقول لك على مفاجأة مفاجأة مدوية مفاجأة من العيار الثقيل الدولة المصرية استطاعت أن تنجز في 20-27 20-27 اللي جاي بعد 7 سنين هنكون خلصناك اللي كان مفروض يخلص في 20-52 يعني ايه كلام بالبساطة أبساطه يعني يعني المفروض كنا حطين خطة نبني أرض ونعمل طرق ونعمل كباري وغيره ونعمل بلد خطة تخلص 20-53 20-52 الخطة الخطة دي هتخلص في 20-27 بعد 7 سنين بس أنتوا عارفين وفرت عليكم قد إيه؟ لا عارفين وفرت على مصر قد إيه؟ عارفين وفرت على المصرين قد إيه؟ عارفين وفرت على الأجيال اللي إحنا فيها دي قد إيه؟ 25 سنة 25 سنة شغل خلصه في 6-7 13 سنة اللي كان هيتعامل في 38 سنة من 14-52 هيتعامل نصه خلاص أنجزنا نصه في 6 سنين في السبع سنين الجايين نكون خلصنا ما تم ما كان يمكن أنه يخطط أنه يخلص في 25-50 وفرنا عليكم 25 سنة لما نيجي نقول اللي يتعامل في 6 سنين كان مخططاً له أنهما يتعاملوا في 60 سنة محدش يقول أنتوا بتبالغوا والله إلا نبالغ بالأرقام أهو وأنا بعلن هذا الكلام رسمي ما كان مخططاً أن ينتهي في 20-52 سيتم الانتهاء منه في 20-27 ليتم توفير ربع قرن على المصريين في إنجازات ضغطها الرئيس السيسي وأعضاء الحكومات اللي اشتغلت معاه والوزراء اللي اشتغلوا معاه لأنه ما كان يخطط أنه يتعامل في عام بيتعامل في شهر ده لمن؟ ده للمصريين